أدنت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبرات تصعيدات الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصل لليوم الثالث عشر على التواني والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والجرحة وأكدت الخارجية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة بما يعني أن قطاع غزة بكل ما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل كما أدانت بشدة جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي أدت حتى الآن إلى استشهاد تسعة وستين فلسطينيا من بينهم عشرات الأطفال ومئات الجرحة والإصابات شكرا